انطلاق الجلسة العامة منقش التعديلات قنون الإيجارة القديم أهلا بكم أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الزر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وزارة منقش التقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشرعية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبرية لغير غرض السكن وبررت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشرعية بمجلس النواب وموفقتها على مشروع القانون بعدد من الأسباب منها أن مشروع القانون المعروض القيمة توزنا ضروريا بين الاجتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إخلاء الأماكن الموجلة لأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أرض السكني والتي ننظمها كوانين الإيجارة القديمة وبينما تفرضه ضرورة التعامل مع التدعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا المستجد والتي تعثر اقتصاديا بالسلب على الأشخاص الاعتبارية كمراءة اللجنة المشتركة أن هذا المشروع بقانون يعد خطوة أولية هامة نحو إقام التوازن متكامل للعلاقة بين الملك والمساجر بما يحمي ويؤصل الحقوق الدستورية والقانونية للطرفين مع مراعاة البعد الاجتماعي لطرفية العلاقة الأجارية ومن دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي للمجتمع وجهت فلسفة وأدام مشروع القانون وأدامه ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المجتمع المصري عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي مؤدها إخلاء الأماكن الموجرة للأشخاص الاعتبارية التي استعمالها في غير أوراد السكن على أن يتم ذلك بالشكل الذي يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت في عدم الكدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التي تستعجرها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية لنتيج التدعيات والانتشار جواهر في ويروس كورونا المستجد ترجمة نانسي قنقر